كان نظراته من هنا وحشة اللي احنا عشغلين بعربية كرو بلنبي كمان ما لأ انت انت كده انت وحش ما تقفش هنا يلا امشي من هنا اهلا واضح انا عالي الشرقوي من تنتا منطقة الجلاء 29 سنة انا والله يعني شغلي عبارة عن اللي انا عشغل بعربية كرو بلنبي كاراتين وبلاستيكات وكنزات وازاز مية اولا مش حكاتي اللي انا ما استعرضتش منه على حاجة بس انا اللي انا يعني ما لقيتش حاجة افضل اللي اتعايشني اللي انا اقدر اوصلب بقى على نفسي وعلى التمليين وعلى والدتي لان انا والدي متعفي وانا عندي سنتين فوالدتي يالله يبرك لها عايشان امه وابه موسيقى برغم الشغل وكده اللي انا بقومي استعر باع الفجر واتبهدل في الشوارع وادوخ ووطعب وكده بس انا مقدرش اللي انا اريح يوم التمرين اليوم اللي اريح من التمرين انا بتعف في ما بيبقى فيه حاجة كده لانا مش قادر اتحرر الساعات والله كنا بنتمرن واطلع مفيش اكل بس انا ما كنتش اللي انا يعني بحب اللي انا اوقف تمرين انا يعني اللي يا رب هقول يا رب وربنا هيكرمه وحاول لانا اعمل حاجة افضل مش اللي انا يعني لقيت الدنيا مخبطة معايا مش غلط واقولها اصل الدنيا الظروف لأ انت بايدك تعمل كل حاجة يعني ما يقسي موسيقى نزلت الماضيات حققت اربع اوال غربية وحققت كاسل مصر وحققت جمهورية اللي هي الدرجة الاولى اللي هي منها للعالم على طول بس المشكلة كانت في الامكانيات يعني ان ما فيش امكانيات اللي احنا يعني نعرف نطلع لحاجة اكبر من كده موسيقى انا هو من اول واحد يعني كان نزل لي السورة بتاعتي اي 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 انا ما كنتش يعني بصراح ما كنتش متوقع للناس يعني هي تغيروا معايا لانهم لما كانوا يقابلوني في الشغل وكده كان نظراته من هنا وحشة اللي احنا يعني شغلين بعربية قربه وبالمك ما اما لأ انت انت كده انت وحش ما تقفش هنا يلا امشي من هنا انما الناس لما شافوا شافونه وارفة حكايته وكده اتراه اتراه معايا تغيرت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة